اسم الدرس حكاية بحار فرغ الشيخ من صلاة العشاء وجلس كالعادة على أريكة بينما الرياح في الخارج تكاد تقتلع ثقوف المنازل تحلق حوله الأحفاد يستمعون إلى حلقة جديدة من مسلسل حياته سكان هذه المنطقة يا أولاد مهددون في كل شتاء بكارثة غير أن ما حدث ذلك العام كان مريعا هناك عوامة ضخمة في المرفأ تشد إليها السفن الصغيرة والمراكب والقوارب والقاطرات وكانت هذه العوامة مثبتة في الميناء وقد قاومت كل العواصف وصمدت لكل الأعاصير ذات يوم لاحت فيه نظر العاصفة تجمعت في هذا المرفأ سفن ومراكب كثيرة بينما احتمى البحارة بالأبنية المجاورة وفجأة انقطع حبل وصار أحد المراكب يضطرب في الحوض مصطضما بالسفن والقوارب التي حوله وتأكد الجميع أنه سيحطم كل ما في المرفأ إذا لم يقطع الحبل الثاني وقف الناس يشهدون ما يجري دون أن يتقدم أحد بعمل أو بفكرة لإنقاذ الموقف خيم صمت رهيب وظلت العاصفة وحدها تتكلم فكرت هل ندع كل شيء ينهار أليس من الحكمة أن نضحي بمركب واحد أفضل من أن نفقد كل شيء أليس كذلك يا أولاد واعتدل الشيخ في جلسته وتغيرت ملامح وجهه فكأنما هو يواجه العاصفة في هذه اللحظة وواصل حديثه عندئذ انفصلت عن الجماعة وبدأت أحبو على أربع وفي فمي سكين وكنت غير مبال بالمطر والريح التي كادت تطوح بي وحين بلغت الحافة تعلقت بحبل وصرت متدليا فوق الماء ورحت أنقل يدي بهدوء والريح تلعب بي حتى بلغت العوامة كانت الأمواج ترتفع وتقفز إلى السطح ثم تعود في خرير مريع إلى البحر تناولت السكين ورحت أقطع الحبل الذي يربط المركب بالعوامة وفي أذني تنصب الأصوات الصادرة عن الجموع التي تزاحمت وهي تتابع حركاتي تشهق من خوف مرة وتهلل من حماسة أخرى وترقب باهتمام بالغ ما ألاقيه من عناء كانت السكين حادة لكن الحبل كان ثخينا مبللا وهذا ما أدى إلى تطاول الوقت وإلى نفاد صبر الذين على البر وحين انقطع الحبل دوت هتافات وطار المركب كالسهم إلى عرض البحر أما أنا فقد رجت الصدمة كل كياني وأطبقت عيني لأسترد أنفاسي ولا أدري كيف انسحبت إلى البر وقتها صمت الشيخ ونظر إلى الأولاد فإذا في عيونهم إكبار وتمجيد بينما لانت الريح في الخارج أو كادت أكتشف أولاً أقرأ العنوان والفقرة التالية ثم أقترح حدثاً قد يرويه الجد فرغ الشيخ من صلاة العشاء وجلس كالعادة على أريكته تحلق حوله الأولاد يستمعون إلى حلقة جديدة من مسلسل حياته الإجابة من المؤكد أن الشيخ سيحكي عن أحداث عاشها في حياته كأن يخبرهم عن مساعدة شخص ما أو مواجهة مشكل جماعي وتحمله مسئولية حله فيكون في موضع بطولي ثانياً أقرأ النص لأتأكد مما اقترحت الإجابة بعد كراءتي للنص تأكدت من صحة فرديتي ثالثاً أستخرج من النص فكرة اقترحها البحر وأبين فائدتها الإجابة الفكرة التي اقترحها البحر هي أن يضح بمركب واحد بقطع حبله بدلاً من أن تحطم جميع المراكب والقوارب فكرة صائبة واقتراح منطقي القرينة أليس من الحكمة أن نضحي بمركب واحد أفضل من أن نفقد كل شيء رابعاً هل كانت مهمة البحار يسيرة؟ أدعم إجابتي بقرائن من النص لا لم تكن مهمة البحار يسيرة بالمرة الإجابة تعلقت بحبل وصرت متدلياً فوق الماء ورحت أنقل يدي بهدوء والريح تلعب بي حتى بلغت العوامة وفي أذني تنصب الأصوات الصادرة عن الجموع تشهق من خوف مرة وتهلل من حماسة أخرى وترقب باهتمام بالغ ما ألاقيه من عناء كانت السكين حادة لكن الحبل كان ثخيناً مبللاً وهذا ما أدى إلى تطاول الوقت وإلى نفادي صبر الذين على البر خامساً أشرح ألف أعود المفردة المسطرة معتمداً السياق الذي وردت فيه هناك عوامة ضخمة في المرفأ الإجابة المرفأ هو مرس السفن أو المرسة إذن وبالحفاظ على المعنى الأول تصبح الجملة هناك عوامة ضخمة في مرس السفن لاحت نظر العاصفة الإجابة نذر جمع نذير والنذير هو الإنذار ونذر العاصفة أي بوادر علامات العاصفة إذن وبالحفاظ على المعنى الأول تصبح الجملة لاحت علامات العاصفة باء أبحث في المعجم عن معنى تطوح بالرجوع إلى طاء واو حاء الإجابة غمر يغمر غمر الشيء أي غطاه أعمق فهمي سادسا كان الشيخ يقص الحكاية بانفعال أقرأ قرينة من النص تؤيد ذلك الإجابة الإجابة اللحظة وواصل حديثه سابعا أستخرج عبارات تدل على شجاعة البحار الإجابة إن فصلت عن الجماعة بدأت أحبو وفي فمي سكين كنت غير مبال بالمطر والريد تعلقت بحبل صرت متدليا فوق الماء رحت أنقل يدي بهدوء والريح تلعب بي تناولت السكين ورحت أقطع الحبل أصوات الجموع تشهق من خوف تهلل من حماسة ترقب ما ألاقيه من عناء أحلل ثامنا أسجل في جدول أعمالا أنجزها الشيخ يوم العاصفة وأعمالا أنجزها وهو يقص الحكاية الإجابة أعمال الشيخ يوم العاصفة التفكير في نتائج الكارثة انفصل على بقية البحارة وبدأ يحبو على أربع وفي فمه سكين تعلق بحبل تناول السكين وراح يقطع الحبل أحس برجة فأطبق عينيه أعمال الشيخ وهو يقص الحكاية جلس على أريكا بدأ يقص حكاية على مسمع من أحفاده واعتدل الشيخ في جلسته وتغيرت ملامح وجهه نظر إلى الأولاد تاسعا أقرأ النص وأستخرج ثلاثة عبارات استعملها الراوي للانتقال من الزمن الذي يقص فيه الحكاية إلى الزمن الذي هبت فيه العاصفة ومن زمن العاصفة إلى الزمن الذي يحكي فيه الشيخ الحكاية الإجابة العبارات التي استعملها الراوي للانتقال من زمن إلى آخر هي كالآتي غير أن ما حدث ذلك العام كان مريعا وكانت هذه العوامة مثبتة في الميناء عندئذ انفصلت عن الجماعة ذات يوم لاحت فيه نظر العاصفة أبدي رأيي تاسعا قام البحار بإنقاذ المراكب والقوارب بمفرده ما رأيك في هذا الموقف أقارنه بموقف البحار الآخرين الإجابة ما قام به البحار يستوجب كثيراً من الجرأة والشجاعة الكافية للقيام به أو التفكير فيه وهنا بيّن لنا هذا الأخير مدى قوته وتحمله مسئولية الجميع محفوفاً بالمخاطر لقصاوة الطقس أما جمع البحار بقوا يراقبون دون الاكتراث لما قد ينجر عنه من خسائر مادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر